أسعد الله ومساكم أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا العدد الجديد من حصات دفاعكم سنناقش موضوع جد هام يموس ملايين الجزائرين مشاهدينا سنتحدث عن تنازل عن السكنات المدعمة من قبل الدولة هل هي الزمية أم تحايل والي الحديث عن الموضوع سعيد باستضافة الأستاذ الموثق بن عقون شريف ما سعيد أستاذ أهلا بك أهلا بك وكذلك يرافقني في كل عدد المستشار القانوني لقناة النهار الأستاذ كورتل عبد الحفيظ ما سعيد لكن قبل مناقشة الموضوع أدعوكم وأدعو كل المشاهدين لمتابعة هذا الفيتير الذي عدته زميلة نجيب السمي ثم لا نعود في إطار حماية الحضير العقارية حددت الحكومة شروطا في حق المستفيدين من السكنات الاجتماعية وذلك للتنازل عنها أو بيعها رغم دفع ثمانها كاملا من قبل سكينها بعد حصولهم على المفتاح فلا يحق لهم بيعها أو التنازل عنها إلا بعد مرور مدة قانونية قدرت بخمس سنوات بدلا من عشر سنوات قررت وزارة السكن بعد التسجيل البطئ في عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التي لم تتعدى العشرين بالمئة تمديد أجال عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة إلى غاية الثلاثين من ديسمبر 2017 حيث سيتم الفصل في طلبات الشراء التي تتم على مستوى لجنة الديوان الترقية والتسير العقاري في مدة شهر واحد من تاريخ إداع الملف تخفيض سعر السكنات الاجتماعية التي تصل إلى العشرة بالمئة في المدن الكبرى مع تمديد أجال عملية التنازل سيسمح بتقريص الكثير من الأعباء أعوضى لمناقشة الموضوع البداية بك أستاذ بن عقون أنتم كمواثق والمواثق حلقة جد مهمة في عملية التنازل عن السكنات المدعمة من قبل الدولة سؤالي الأول لماذا دائما يبحث المستفيد عن هذه السكنات عنية التنازل من قبل مصالح الدولة لفائدته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اليوم الولا أشكركم على استضافتنا إضافة إلى ذلك كذلك أشكركم على اختيار هذا الموضوع لأنه يمس الحقيقة المجتمع بأكمله ولا يمس شخصا بذاته لماذا؟ لأن ما هو معروف بأن التصرف في الملكية التصرف في الملكية محدد قانون لا يحتاج إلى نقاش ولا إلى أي طريق من طرق أخرى وبالتالي فكل إنسان يملك ملكية نهائية له الحق أن يتصرف ولكن هناك استثناءات من هذه الاستثناءات هذه الملكيات التي تسمى ملكية التي تكون دولة يعني الدولة هي التي تمويلها أو تساعد المتحصلين عليها منها مثل التنازل على السكنة الاجتماعية هذه مبالغ التنازل هي في الحقيقة ضئيلة جدا فهناك دائما من يحاول أن يشتري ملكية جديدة بثمن أعلى يرجع إلى أسهل وإلى أيسر من أجل أن تكون له أرباح أضعاف مضاعفة عن ما هو معمول به في السوق العام ولهذا الأمر من هنا تنطلق هذه الأمور منها السكنة الاجتماعية أو حتى السكنة التساهمية أو حتى بعض السكنات الأخرى التي سكنت الريفية وغيرها إذن هذه كلها دولة تساهم فيها تكون مساهمة فيها فأغلب المواطنين حقيقة منهم المحتاجين الذين يشترونها وطبعا يبقوا يعني خاصة لهم ولكن هناك من يريدون أن يتاجروا بأملاك التي تساهم فيها الدولة فهنا مشرع وضع على حدود ولكن رغم ذلك هذه الحدود يتعدها كثير من الناس بطرق بالحيل الحيل هي كثيرة الحيل إما أن يستعمل ما يسمى بالعقود العرفية أو كذلك ما يسمى بالعقود السورية التي يذهب إلى الموثق مثلا يقولوا بأن هذا صديقي فقط هناك اعتراف بدين بيني وبينه نعم سيد حدث عن هذه النقطة بذات أستاذ بن عقون دائما لماذا أستاذ كرتل المواطن الجزائري هذا المستفيد منه السكنات المدعمة من قبل دولة دائما يبحث عن التنازل من قبل مصالح الدولة لفائدته لا هو كل إنسان بطبعه يحب التملك تملك الشيء يعني تشوف في أوروبا النظام السكني في أوروبا يعتمد على التأجير بمعنى أني أنا طيلة حياتي نعيش مؤجر من الموت وينتهي الأمر في الجزائر الملكية طبعا في الجزائر هناك هاجس أو هوس بالملكية وما يكفيش أنك تملك سكن واحد يعني حتى إذا أعطيتهم مئة سكن ما يقولكش لا لا يأخذ مئة سكن يتملكهم الآن نحن نتحط على سكنات مدعمة من طرف الدولة يعني الدولة سهمت فيها بشكل أو بآخر يعني طريقة أو أخرى واستفاد منها مواطن الآن تطرح إشكالية التنازل أو أصل ملكية هذا السكن لما الدولة تحب تعرف الأشخاص اللي يستفادوا من هذه الإعانات تعدولة لأنه السكن اجتماعي إعانة والسكن تساهم أيضا في إعانة من إعانات الدولة وباقي السياق الآن المواطن في بداية الأمر يبحث عن سقف يأويه هكذا هو الطلب وينتهي الأمر ولكن بمجرد أنه يدخل إلى السكن ومرور السنوات يبدأ يبحث عن التنازل يعني فئة من الناس مقبول هذا الطلب فئة من الناس على أساس أنها تبحث عن سند ملكية للمسكن الذي تشغله لأنه هو سكن بالنسبة له سكن مؤقت بموجب وثيق مؤقتة عقد إيجار أو مقرر استفادة أو أي وثيقة أخرى يبحث عن التسوية لأجل بشيرجع هذا السكن كله بأسمه وأنه فيه فئة تبحث عن التسوية لأن الوثيق يخرجوا من المؤقتة إلى الدائم ولكن فيه فئات أخرى تبحث عن التسوية لأغراض معينة يعني أنا ما تنساش بأنك استفدت من سكن اجتماعي مدعا من طرف الدولة واشتريته بسعر رمزي ولكن تالي ما جي تبيعه راح تبيعه بمئات الأضعاف سكن يعني أنت في قرارت نفسك عرفت بأنك يبيعه بسعر سوق السوداء لا هو يعرف بأنه إخذ السكن خلصوا بسعر ما هو سعره الحقيقي ولكن لما يجي بيع يعرف يقوم العقار وش حال يدير يعني لما يشريه يقول لك هذا هو سعره 7 مليون سنتيم 10 مليون سنتيم 20 مليون سنتيم لما يجي بيعه يقوله خبير هو يقوموا لك يعني بالسعر الحقيقي نعم في نقطة كذلك تحدث الأستاذ عن تسوية هل يقصد المواطن مكاتب التوثيق لأجل تسوية المكاتب التي تكون ملكيتها للدولة لا هو في الحقيقة المواطن عادة في هذه الأمور بينه وبين دولة لا إشكال لماذا لأن عادة السكنة الاجتماعية تعطى أولا كإيجار بالإيجار ببالغة في الحقيقة يمكن أن نسميها ببالغة رمزية ثم بعد ذلك له الحق لمدة معينة محددة تتنازل عن الدولة نهائيا بعقدة رسمية بعقدة يحرر من طرفي الموثق فيصبح مالك ولكن هنا في مدة بمجرد سوية هذه الملكية يسارع مباشرة إلى بيع هذه الملكية بعد أن تحصل على عقدة رسمية من أجل ببيعها بإثمان باهظة جدا من أجل أن يغير المكان يشتري ربما في مكان آخر أو يشتري مسكن أوسع وغير ذلك فإذن هنا لو كان البيع شراء بنفسه من البيع لا إشكال فيها نعم لكن أستاذ قانونا هل يحق للموثق إبرام عقود التنازل من شخص لفائدة شخص آخر كيف ربما تتصرفون وتتعاملون مع مثل هذه الطلبة؟ هذه العقود محددة بنفس المادة 57 من قانون المالية المعدلة التي تتجار كل السكنات الاجتماعية بعقود معروفة معروفة لا يمكن التنازل عنها بعقد رسمي إلا إذا تمت المدى في عشر سنوات في أشخاص مستفيدين هم أصلا ما زال معديمش تنازل هم أصلا ما زال معديمش تنازل هو المستفيد الأول يروحوا للمكاتب توثيق ويحاولوا أن يدخلوا في مكانهم شخص آخر على أساس أنه استفاد من السكن ويحب يخليه شخص آخر هذا صراحة أن المستجر ليس مالك ولا يحق له أن يتنازل على الإطلاق وحق الإيجار كيف ينتقل معلوم ينتقل فقط بين الورث أي من الزوج إلى زوجته إذا توفى أو إلى أحد أقاربه بحسب الفريضة أما عقد البيع لا توجد أصلا وممنوع من عنبات حتى في السكنات الخاصة يعني الشخص يؤجر للشخص لا يحق له أن يتنازل في حق الإيجار إلا بإذن من المالك الأصلي وبالتالي هذا الأمر لا إشكال فيه المشكلة هنا المشكلة عندما يكون الإنسان مستجر عن الدولة هنا يتلاعب بعض الناس نقول يتلاعب ولكن ينسى عن طريق المحظر طريق الموثق ينتقل مباشرة إلى ما يعرف بعقد اعتراف بالدين ثم يعطيه مفتاح أو عقد وكالة ثم يعطيه مفتاح أو عقد عرفية ثم يعطيه مفتاح بدون وثائق صحية نعم في هذه النقطة لكن المعروف الآن في المجتمع الجزائري يلجأ الكثير من الأشخاص إلى بيع سكناتهم أو التنازل عنها بمقابل مالي في صورة عقود أخرى يبرمها هؤلاء الأشخاص كالاعتراف بالدين هذا نؤكد بأن المشكلة هنا هو مشكلة المتعاملة لأن الموثق لا يعرف نيات الأشخاص ولا يعرف حقيقة الأشخاص بالنسبة لعقود مدينة هي عقود رسمية بين الأشخاص معلومة محددة أي إنسان يجوز له أن يستدين من غيره وحتى من الدولة هذا عقود لا علاقة لها بالتصرفات السرية أو ما يسمى بالعقود السرية لأن الإنسان يصرح بشيء وهو تصريح كاذب هذه الأمور كما قلت أغلب المتضاربين نأكد الذين يستعملون مضاربة في أملاك الدولة هم الذين يستعملوا هذه الأمور أما لا نقول بأن الكل ولكن فئة قليلة لها طرق احتيالية كثيرة ليس فقط اعتراف بالدين بل حتى بدون اعتراف بالدين وبدون أي شيء فقط يعمل له وثيقة غرفية ثم يعطيه المفاتر ولكنها ممارسات موجودة في الواقع نعم وأغلب الأشخاص الذين ستعقدون مع أشخاص آخرين في صورة عقد بيع على شكل اعتراف بالدين وبمرافقة وكالة مثلا يعمل له وكالة باش يتصرف في هذا العقار بمجرد أنه تسوى الوثيق نتاوي كل هؤلاء الأشخاص أو أغلبهم راهم في المحاكم الآن بعد خمس سنوات يغيب صاحب مسكنه عشر سنوات بعد عشر سنوات المسكن تاوي يحلف يعينه يقول لك أنا المسكن تاوي باعته مئتين مليون الآن الناس في الحياة ذك يبيعوا بمليار يروح لصاحب البيت يقول له أنا لبلك أنا كنت كاري لك بركة دار ولا كنت ما كنتش نعرف السير تعطيني وبعد يروح يخرج المحكمة وبعد ذلك الشخص يقول لك أنا أنا ظلمت ولماذا أنت لم تظلم عقد البيع اسمو عقد البيع انت درت اعتراف بيدين اسمو عقد بيدين ما تحبشت الآن ترجعون عقد بيع كل الناس يعرفوا ولكن ضرورة والحاجة إلى المسكن تخليهم يبرموا هذه الاتفاقيات وهذا العقود الشكلية والسورية تحت الحاجة يعني ولأغلب لازم يسكن تحت الحاجة ولكن باش يعرفوا الناس يعني هذا المنبر هو منبر ثقافة قانونية باش يعرفوا الناس بأنهم غير محميين قانونيا وهذا الطرق غير موجودة في القانون إطلاقا وفي المحاكم ما عندكش الحق حتى إذا تحجز له بالاعتراف بيدين السكن ما هوش ملكه باش تحجزه لأنه ملك الدولة ما تقدس تحجزه ما تقدس تطرده منه فضل أستاذ يعني النقطة في هذه بالذات هي حقيقة العقود البيع ما معلومها حتى أبسط الناس يعرفونها بأن العقود البيع أمام الموثق لا تكون إلى مطار في المالك هذا أمر معلوم ولكن التصرفات الأشخاص هم يعلمون علم اليقين بأن المشكل هو بمجرد يعني تحرير عقد ما ليس له حق في ذلك سكن يعني يحرر عقد قد يخسر كل شيء ورغم ذلك صراحة يعني يريد أن يخطر يعني كأنه مخطرة وانتهى الأمر ولهذا وهم فئة قليلة ونزيد نأكد بأن كل من يشتري بهذا العقد الصوري فهو يعلم كذلك أنه يأتي يوم قد يطرد حتى وإن كان في حياة الذي يبع له يقول لك أنا عندي ثقة بينه وبينه بيناتهم يقول لك يقول له ما تخافش ولكن من بعد ما تخافش لما يشوف العقار طلع ما يولي خاف بمعلكان ولكن حتى في حالة وفاة واش يضمنك لو أرى ثنتعه ما رح ينش يدرك عملية طرد أيضا هذا هو المشكل هذا هو المشكل الآن بنسبة لأي إنسان بمجرد أن تتنازل الدولة عن الملكية لشخص ما إذا مات يمكن أن تنتقل حتى في أقل من خمس سنوات بالحديث عن خمس سنوات الدولة كانت كانت تشتريط عشر سنوات ليتنازل عن سكنات لكن خفضت هذه المدة لخمس سنوات ربما لماذا ما هي الأسباب؟ لأن معلومات الموجودة الموجودة وهي أنها خمس سنوات خاصة بالعقود بالعقود الخاصة بالأملاك التي اشترها الشخص بطريق السكنات المساهمة أو الطرقوية التي ساهمت فيها الدولة هذا هو ما لخمس سنوات أما السكنة الاجتماعية فهي لازلت طبقا لمرسوم 98 لازلت بعشر سنوات من السكنات الاجتماعية التي يعني تمول كلها من طرف الدولة هذا ولكن الدولة الآن ما عندها خيار آخر خيارها الوحيد أنها تتنازل عن هذه السكنات لماذا؟ لأنها ستساهم في تحديد قائمة المستفيدين شخص اللي عنده سكن وما زال ما تنزلتلوش ما يقدرش يخذ العقد بأسمه يقدر يأخذ سكن في مكان آخر مثلا المستفيدين من السكنات البلدية مثلا ما تقدرش تضبط هذا القائمة وتعرفي يقدر يأخذ في بلدية أخرى ربما هناك عقود إدارية غير مسجلة غير مسجلة وغير مشهرة وغير مسجلة حتى في سجلات البلدية المشكلة الآن هذا هو المشكلة من الأحسن هو أحسن حل تعمل الدولة باش نقدروا أن نديروا عملية حصر للأشخاص اللي استفادوا من السكن باش نمنعهم مستقبلا أنه يحصل على سكنين وكان حتى ليحصل على أكثر من السكنين لما يستفيد من هذه الثغرة إذن التنازل عن سكنات الدولة هو إجراء يهدف أساسا إلى تحديد قائمة الأشخاص اللي استفادوا من السكنات لأن بقاء المدة طويلة راح تخلي الشخص في طيلة هذه المدة يستفيد من السكنات أخرى دون أن تعلم له الدولة أي شأن نعم نزيد أكتب أن المشكل هذا مشكلة في الحقيقة عويس جيد لأن هناك كثير من ما يسمى بالتنازل عن قطع الأرضية من طرف البلدية هي بمجرد عقود إدارية الغير مسجلة في البلدية أغلبها غير مسجلة في البلدية نعم لكن هل تكفي شهادة السلبية لتأكد من استفادة شخص ما من سكن أو لا أو استفادته من إعانة من الدولة من إعانة من دولة ممكن نعم ولكن استفادة من هذه الأمور الخاصة بالعقود العرفية التي كانت من طرف البلدية ولكن تسمى عرفية لأنها غير مسجلة وغير مشهرة وبتالي الإشكال هنا لا يعرف يمكن الإنسان أن تكون له عشر قطع عشرين قطعة عشرين فينا إذن لا تكفي شهادة السلبية لا تكفي شهادة السلبية أنا أعطيك مثال بشي أستاذ المشاهدين يفهموا يقضي الإنسان يورث كبير مع الإخوة ولكن يرجع عملية القسمة لا يقسم يستنى حتى يستفيد من سكن اجتماعي ولما يستفيد من سكن اجتماعي يروح بعد يعمل القسمة إذن شهادة السلبية هي مجرد جزئية شكلية في بعض الإجراءات ولكن لا تمثل كل الحقيقة بخصوص المعاملات العقارية على الأشخاص بالرغم أن في القانون الجزائري تعربين الإشهار هو بمثابة نقل المكية ولكن الشهادة السلبية لا تكفي وحدها لكي تكشف عن الأشخاص المتحايلين وعلى الأشخاص هل يستحقون فعل انساكن اجتماعي أو في أي سيغة من السيغة التي تقدمها الدولة إذن لابد من الخروج وذهب نحو آلية أخرى في القانون لابد من تسوية الأملاك العقارية سواء كانت التي سلمت من طرف البلدية أو سلمت من طرف الدولة إذا لم تسوى لا يمكن أن يكون الإنسان مسجل كل مالك يكون مسجل في المحاوضة العقارية معلومة فبقاء الأمور على هذا الحال مستحيل أن تضبط الأمور ويمكن معرفته من هو له سكن ومن هو ليس لمعرفة هذه الأمور هل يمكن إشراك الموثقة أنتم كضابط عمومي هل يمكن إشراك الموثق لكشف المتحيلين في طلبات يسكن الموثقية لا يحرر إلى العقود الرسمية هذا هو لا المشكلة مع العلم أن هناك عقود حقيقة أن هناك عقود ما يسمى بوعد بالبيع هذا الوعد بالبيع أو التزام بشراء هذا أمور قانونية معروفة بقانون المدني ولكن هذه الأمور كذلك كانت لا تشهر من قبل وبالتالي مستحيل إنما المستقبلة تشهر يعني ما فيش هذا الإشكال ومع العلم أنها تسجل كل ما يمر أمام الموثق وهو يسجل هذا مصالح تسجيل يعني الدولة لها تستطيع أن تعرف كل إنسان كل معلومات كل المعطاية كل معطاية موجودة كل معطاية موجودة نعم كل المعاملات العقارية تمر الرسمية المعترف بها بالطرف الدولة تمر حتما عبر الموثقين لذلك الموثقة أصلا هو شريك أساسي في هذه العملية ولكن ممكن جدا مستقبلا أن يكون هو رقم فاعل أيضا في العملية هذه عملية ما نقولوش الكشف ولكن عملية التي تسبع عملية التنازل عن الساكنات تحت الدولة والمساهمة في هذه الدولة في الكشف عن بعض المعاملات الغير قانونية ليقوموا بها الأشخاص لأنها تتم طبعا عبر الموثقين أنا ما نخيش واحد دير طالب الساكن الاجتماعي هو عنده اعترف بدين تعملية بالنسبة لشخص آخر مثلا وكل هذه أثمر عبر الموثقين في كثير من الأليات يخص فقط أنه تكون جهات معينة باش تربط بين هؤلاء الموثقين بمصالح الدولة باش نقدروا نكشفوا كل المتحيلين والمدر كل ينسان حقه أيضا يعني الإنسان يستحق التنازل يأخذ التنازل التيعه في إطار القانون وحتى التصرفات تكون مراقبة نسي أكد فقط فنقتة مهمة وأكد هذه مرة ثانية كل العقود التي تحرر أمام الموثق تسجل ولو كان فريضة يستعمل فريضة معناها له ملكية ولو كان وكالة ولو كان اعترف بدين ولو كان إيجار مسكن وكل هذه العقود تسجل في مصالح تسجل يعني في الخزينة التي تتبع لها الرسوم تسجل والطوابع وغير ذلك وهي موجودة في القائمة هذه القائمة كيف تستغل من طرف وزارة الساكن لأن القائمة تتابع وزارة المالية ومصالح تسجل تتابع لكن تستغلها يمكن استغلالها يمكن استغلالها بدون الرجوع للموثق إن العقد الموثق موجبر أن يسجل عقده في خلال شهر واحد لا بد أن يسجل أكد بأن الموثقين يملكون من المعلومات ما لا تملكه وزارة الساكن أو مصالح الدولة من المعلومات الدقيقة بخصوص معاملة العقرية ما لا تعلمه الدولة نعم هذه معلومة كل معاملة العقرية لابد أن تمر ولكن الموثق هو الذي يسجل العقود يعطي معلومات وهو الذي يشهر العقود للمحافظة العقرية التي هي كذلك من صالحيات وزارة المالية ومثق كذلك جميع العقود ممكن حتى بالتعاون مع الموثقين في أطار الغرفة الجهوية والغرفة حتى الوطنية حتى على مستوى وطني هذه الأمور إمكانية نتمنى إن شاء الله تكون مستقبلا لها طريقة ومنهجية مستفيدها هل ربما حل أو يزيد لا هو حل ويعاقد أزمة هو أقرب إلى الحل لأنه رح يضبط القائمة لا يخلوها خلفنا ويسيروا إلى الأمام في إطار ربما استفاد أشخاص آخرين ولكن ما استفاد مساكن عليه أن لا ينتظر دوره إطلاقا باختصار كلمة آخيرة نفس كلمة آخيرة في الحقيقة تنزل عن خاصة لما يسمى بعرف المساكن الاجتماعية وحتى أنواع أخرى هذا أمر لابد لابد حتى يعلم الإنسان بأنه أولا تكون له عقد رسمي بأن له حق في الساكن وهو يسكن دائما لا يسكن بدون وثائق ولكن من جهات أخرى لابد من سوية البطاقة العقارية للجمهورية الجزائرية بإكمالها حتى ننتهي نهائي من هذه المشكلة شكرا لك الأستاذ الموثق بن عقون شريف على كل هذه التفصيل شكرا لك أستاذ كرتل عبد الحفيظ شكرا لكم مشاهدين ذن موضوع اليوم كانت تنزل عنه سكنات المدعمة من قبل دولة إلزامية أو تحايل شكرا على طبيعي المتابعة السلام عليكم